هل أنت سعيدة لأن والدتك قد جاءت؟ هل كنت تنتظرينها؟ انتظرت الأم وابنتها هذا اللقاء لمدة ثلاثة أسابيع منذ أن أرسلت المرأة والدتها وطفليها إلى مكان آمن مع المتطوعين الابن الأكبر يبلغ من العمر 18 عاماً والفتاة تدرس في الصف الرابع لن أذهب أبداً لكنني أشفق على الأطفال لأن القصف يحدث كل يوم بقيت أوكسانا في المدينة طالما كان المتجر الذي تعمل فيه مفتوحاً وعاشت في ميرغارد في منطقة دونيتسك منذ طفولتها وتقول لولا اقتراب الجبهة لم وافقت على الإخلاء ولكن مع مرور كل يوم يصبح البقاء هنا أكثر خطورة القصف مستمر بعض المنازل لا تزال موجودة وبعض العائلات تعيش هنا لكن لا يوجد كهرباء منذ أكثر من يومين ثم بعد ذلك عادت ولا يوجد شبكة اتصالات والمحطة لا تعمل ولكي تخرج من ميرنغراد تواصلت أكسانا مع نفس المتطوعين الذين أخرجوا عائلتها يقولون أنهم تلقوا طلباً لإخلاء ستة بالغين هذه المرة لم يكن هناك اتصال انتظرناهم طويلاً واضطررنا للذهاب بأنفسنا إلى مركز المدينة وكما تبين كان هناك اليوم طفل ما زال موجوداً كم من الوقت ظن الجميع أنه تم إجلاء جميع الأطفال لكن تبين أن ليس كل الأطفال قد تب إجلاؤهم وآمل أن يكون هذا آخر طفل في المنطقة فلاديمر هو من بين أولئك الذين غادروا ميرنغراد أيضاً ويقول أنه ليس لديه أقارب في مناطق أخرى لذلك بقي في المنزل طالما سمح الوضع بذلك ويقول الرجل الآن لا يمكننا البقاء أكثر القذائف تتطير بشكل عشوائي والقصف يأتي من هناك وهذا أمر كارثي وفي المدينة التي أعيش فيها لا توجد كهرباء ولم يبقى أحد لقد تم إجلاؤهم إلى مدينة دنيبرو أو إلى أماكن أخرى مدينة ميرنغراد التي كان عدد سكانها ما يقارب خمسين ألف ناسم قبل الغزو الروسي الشامل تصبح شوارعها فارغة كل يوم بشكل تدريجي بسبب القصف الروسي إعداد ناتاليا جوساك وارتيون فارونين لقناة يو اي تي في عربية ترجمة نانسي قنقر